اشتركوا في القناة ثم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هنا يتبادر إلى الإذهان سؤال فضيلة الشيخ يعني ما هو حظنا من اسم الله تعالى الملك حظنا من اسم الله تبارك وتعالى الملك كثير إن فهمنا منهج الله تبارك وتعالى في ملكك نعم فمثلا حينما نفهم أن الله تبارك وتعالى يملك السمع والأبصار نعم فعلينا أن نحفظ السمع والبصر كما يريده الله تبارك وتعالى جميل لأن الله تبارك وتعالى قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إذن جعل الله تبارك وتعالى منهجا للسمع ومنهجا للبصر ومنهجا للفؤاد ومنهجا للبطل ومنهجا للفرج ومنهجا لحركة الإنسان في هذا الكون فإذا عرف الإنسان منهج الله تبارك وتعالى في كل سكون من سكناته سكنة من سكناته أو حركة من حركاته وتحرك بهذا المنهج فإن الله تبارك وتعالى يزيده ويجعله من الصالحين فمثلا العين يجعل الله تبارك وتعالى منهجا للغض إلى ما حرم الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهن قل للمؤمنات يغضضن من أبصارينا ويحفظن فرجهن إذن هذا منهج لله تبارك وتعالى لا بد أن نحترمه وملكية العين أو السمع أو البصر هذه عارية لا بد أن نحترم قدر الله فيها الأمر الثاني أن الإنسان إذا ملك نفسه حتى لا يفعل المعصية فإن الله تبارك وتعالى يحفظ هذه الجوارح لا ولذلك رؤية بعض الصالحين العلماء الكبار في سن كبيرة ولكنهم يمشون ويتحركون ويأكلون ولم تصبهم شيخوخة فسئلوا عن ذلك فقالوا يا بني لمن سألهم حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر ولذلك نرى أن يوسف بن يعقوب النبي الذي أعطاه الله تبارك وتعالى شطر الحسن حينما عرضت امرأة العزيز نفسها على يوسف ملك يوسف نفسه ولذلك قال حاش لله إن ربي أحسن مثواي فلما ملك يوسف نفسه أن يقع في معصية لا يحبها الله ولا يحبها شرعه ماذا فعل الله تبارك وتعالى بيوسف حينما ملك نفسه في أن لا يقع في هذا الشر ملكه الله تبارك وتعالى وجعله المتصرف في قوت الناس في مصر ولذلك قال رأى سيدنا يوسف قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ففاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة والحقني بالصالحين حينما ملك نفسه ملكه الله تبارك وتعالى على نفسه وملكه على الناس فأصبح وزير المالية في مصر إذن لا بد أن نفهم أن تحترم قدر الله فيك فيعطيك الله تبارك وتعالى ما تريد وأكثر من ذلك أيضا الله تبارك وتعالى له حرمات هذه الحرمات يغار الله تبارك وتعالى عليها فإذا لم تعرف حرمات الله وتعتدي على ملكه فإن الله تبارك وتعالى يفضح الإنسان المعتدي ولو في بيته ولو بين أقربائه وحشمه وخدمه اشتركوا في القناة